السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية جدولة تاريخ نشر الفيديو في اليوتيوب واختيار أي تاريخ تبغونا أو أي ساعة ينزل فيها الفيديو فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونا تحملون برنامج استدو اليوتيوب فأول ما تدخلوا عليه وتسجلون دخول على قناتكم رح تفتح معكم هذه الواجهة فعشان تحملون فيديو على اليوتيوب تضغطون علامة الزائد هذه بعد ما تختاروا الفيديو اللي تبغونا رح تفتح معكم هذه الواجهة تسجلون هنا العنوان بعد كده يا شباب بعد ما تسجلوا العنوان اللي تبغونا كل عليكم تسوونا تروحون على هذا الخيار اللي هو مستوى العرض ومن هنا تختارون أول خيار اللي هو علني بعدين تروحون على هذا السهم اللي هو تحديد موعد النشر وهنا رح يظهر عندكم تاريخ نشر الفيديو تضغطون على هذه الأيقونة تقدرون من هنا تختارون أي تاريخ تبعونه فنفترض مثلا شهر ديسمبر يوم ثلاثة بعدين تضغطون حسنا بعد كذا تحددون الوقت هنا صباحا وهنا مساء رح نخلي مثلا ساعة خمسة صباحا يتم نشر هذا الفيديو نضغط حسنا وكذا خلاص يا شباب رح يكون عندكم هذا الوقت ترجعون على الخلف الآن الوقت اللي رح يتم نشر الفيديو فيه تاريخ ثلاثة ديسمبر 2024 الآن كل عليكم تسوون تضغطون تحميل الفيديو ورح يتم جدولة هذا الفيديو على هذا التاريخ أيضا يا شباب تقدرون تروحون على هذا الخيار اللي هو المحتوى رح يظهر لكم جميع الفيديوهات فعندي هذا الفيديو لو تلاحظون رح يتم نشره تاريخ ثلاثة ديسمبر تقدرون تضغطون عليه وبعدين تضغطون علامة القلم هذه ومن هنا رح يظهر التاريخ تقدرون تضغطون عليه وتسوون تعديل على التاريخ للوقت اللي يناسبكم فهذه كانت طريقة بكل اختصال لا تنسون دعمنا باللاعك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة